السوشيال ميديا ومشاكل السوشيال ميديا والهم اللي احنا وصلناه له واحنا كنا زمان بنتكلم في مشاكل تانية خالص دلوقتي بقت السوشيال ميديا هي حياتنا كلها الموبايل ما بيسيبش قدين تعالوا بقى نروح للأستاذة دينا توفيق الكاتبة الصحفية اللي اتكلمت وكتبت كتير اوف موضوع الخيانة الزوجية من خلال السوشيال ميديا أستاذة دينا مساء الخير شاء النور اهلا بك يا ايمان ازاي حضرتك عاملة ايه؟ الحمد لله تمام طبعا خيانة الزوجية عالسوشيال ميديا يعني مسيجات لايكات فيديو كول فيديو كول على المسينجر فيديوهات على الانستجرام يعني عالم الست بتفضل تجري وراء يعني يدينا وديك طولة العامل وما بنوصلش في حاجة يعني في الاخر كلها حاجات تحرق الدم صحيح هي المشكلة ان الموضوع مش بيقف عند حد مجرد مسيج او مجرد تشات عادية الموضوع ممكن يتطور بعد كده لمقابلة وتبدأ كصة حب ممكن تبقى نتيجتها ان فيه بيت بيت خرب بسبب ايه؟ يعني لو ادينا انا شايفة امور كتير قوي هتختلف في حياتنا لو اهتمنا بالصدق قبل العيش يعني قبل كده من حب نبقى الصدقين مع نفسنا يعني ندي للست اللي معنا في البيت حقها وبعدين نفكر بقى احنا ايه اللي ناقصنا ودايما بيبقى في مبررات لكده يعني مفيش حد مش هيدي مبررات مش هيقول ابدا لا ويا حبيبي يقولك اصلا عندي مشاكل في البيت فبحكي يعني دي زي صاحبتي دي اختي اه ما هي بتبدأ احنا فرانز احنا فرانز احنا جاست فرانز احنا ما فيش بنا اي حاجة طب يا حبيبي طب ومراتك تحكي لمين مراتك تفاتفض مع مين طيب مادام انت بتفاتفض لوحدة تانية طيب ما هي المشكلة لو الموضوع اتعكس بيبقى غير مقبول بالمرة يعني مش بالزبط فانت بتدي نفسك حق هي ما تقدرش تعمل يعني وهو للأسف بيبقى فيه دايما مبررات يعني هو ما بيعمل كده ما بيعترفش ان كده هو بيخون لا 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 خالص دي بالنسبة له ما بتبقاش خيانة خالص طب ايه اغرب يعني اغرب حالة خيانة على السوشيال ميديا قبليتك او كتبتي عليها يعني حاجة كده يعني تحس ان الواحد بيقابله في حياته مواقف استحالة ينساها يعني هل واحدة قفشت جوزها هل هو كان زاكي قوي لان فيه رجالة بشوفها زكاء خارق يعني بيعملوا حاجات كده على السوشيال ميديا انا عايزة اقولك الست بتبقى يعني ممكن تعدي الزكاء بمراحل في موضوع انها تكشف بتبقى اقوى من اي جهاز مخابرات اه دعا اولا بتحس ان فيه حاجة مش مزبوطة بتحس ان هو تغير حتى لو هو بيحاول ان هو وطول الوقت تقوله كده فيك حاجة مش مزبوطة وانا حاسة بيها بتفضل بقى تنكش وراه بتفضل تنكش وراه لغاية ما توصل في الآخر للموضوع بعد ما بتوصل بقى ما هي المشكلة عايزة اقولك حاجة ايمان فيه ناس بتتقبل يعني بتتعايش معكون ان الراجل بتاع ستات وبتعيش حياة بقى اللي هو مش عايزة اقول بس بتبقاش حياة بتبقى كأنها واحدة ميتة لانها عايزة بس ايه المركب تمشي عشان خطر الولاد عشان خطر لكن فيه ستة ما بتقبلش ما بتقبلش بوضع زي ده ولا يا دين انا بشوف فعلا ستات وبتتباها بتتباها قدام صحابها لا 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 ده الجوزي بيجي يحكيلي عادي على فكرة يعني انا بشوفه فلانا بيكلمها انا ما بقفش انا بحسسه ان انا وثقة في نفسي ده انت بتكلف نفسك من جوة انت بتنهاري ده حقيقي عمر ما فيه واحدة حتى لو هي بتبين انها الموضوع عادي واخده بتبقى من جواها حريقة بتبقى يعني بس الراجل الراجل بيحب ستة دي بتبقى مش سعيدة الراجل بيحب الستة دي الستة اللي هي يعني بتاكل في نفسها وبيبينله عادي يقولك انا امراتي لذيذة كده يعني ما بتقفش على الحاجات الصغيرة دي معين امراته بعدها يعني مش هتكمل خمس ستة سنين وهتعاني من جلطة جلطة وضغط وسكر ومشي على كرسي بحجل اه اه لا ده فعلا وهو في الاخر هو يعني مش حاسس برضو انه عمل اي حاجة او انه انه جرح مشاعرها يعني هو انت مش مجرد ان انت موجود في البيت بجسمك وان انت مثلا بتصرف في البيت ان انت كده بتعمل اللي عليك في حاجات كتير قوي مهمة قوي للستة محتاجاها مش مجرد راجل قاعد في البيت وبيصرف طب لما لما الراجل بيتقفش وهي تطلع له مساجات من على الانستجرام او الفيسبوك او بيكلم بالليل مسلا تلاقيه بيتكلم فيديو كول اي واحدة هو لسه ان تعرف عليها والله بص يا ايمان انا للأسف فيه بقى فيه نوع من الرجالة بقيت بكحة حتى ما بتواجيها شاعات بتلاقيه بجح ما بينكرش بيعود يقول وانعم لي ما هي اللي بتبعاتي طب ما هي اللي هي اللي بتكلمني هي اللي بتكلمني هي اللي بتكلمك لي يا بابا بتتطمن عليك الساعة تلاتة الفجر لي يا حبيبي وهو قلبه كبير وهو قلبه كبير يو طب ما يقدرش ان هو يكسفها فطبعا بتلاقي كده بتلاقي ردود مش منطقية حتى عشان يطلع من الموقف المفروض الست في اللحظة دي لما جوزي يقول لي اصله عادي صحابي عادي دي فرند عادي الست دي عادي تكلمني المفروض الست تقفش انا عايز اقولك انها لو استنيني بس انا عايز اخد رأيك اقفش ولا اباين انه عادي بس وشي باين عليه طبعا انا باغلي تالت حاجة ولا اقوله لأ طب كلمها وافتح لسبيكر كده عشان اسمع هي بتكلمك في ايه وابقى برضو ست نكادية ودمي تقيل ولا اسيب ده انا شفت ستات بتسيب له القوضة وتخرج عشان يتكلم براحته عشان ما بقاش دمي تقيل عشان ما يقولش عليها نكادية المفروض الصح انا كست اعمل ايه بصي الصح انك متجيش علي كرامبك الصح ان انت لو من الاول كده ورتي له انه عادي يبقى بقى هيسوق فيها بزيادة كمان وانت خلاص بدل اللي بيقدم تنازلات في الاول حبا صغيرين بعد كده هتبقي مطالبة ان انت تقدمي تنازلات بعد كده كتير لازم من الاول انا كست بقى اصلا لو ما فيش من الاول انت ما بتحترمنيش انت كده مش بتحترم الست اللي معاك طيب انا خلاص عديت مرة واثنين عشان برضو الستات بتفرج علينا دلوقتي هي دي مشكلتهم هي في الاول عدت وقالت مخربش بيتي عشان ميسج على الانستجرام ولا حاجة تاني مرة عدت تالت مرة فيسبوك انا عايش اقولك ان للأسف اللي بيعدي بيكتشف بعد كده انه اكتر حاجة عملها غلط انه عدى الموضوع وما فتحوش وتكلم فيه طيب انا يا دينا عديت يا دينا يا حبيبي تقالبي انا عديت خلاص انا دلوقتي انا ست بتفرج عليك ودلوقتي انا عدت عدت يجע عشر مرات عشان ماخربش بيتي عشان بحب وجوزي واحدة تانية ماتاخدوش مني لكن انا دلوقتي انا مش عايز اشجع على ان واحدة تخرب بيتها لكن لو عدت يبقى زي ما بتقولي عشر مرات بس انا دلوقتي يا دينا مش قادرة بس انا عدت يا ايمان ويا دينا انا عدت كتير يا جماعة وشوفولي حل أنا دلوقتي حاسة إن كرامتي متهانة حاسة إن أنا مش قادرة أتكلمه هو عارف إن أنا متضايق أو شايف تعبيرات وشي وعامل نفسه مشواخي باله أعمل إيه؟ يعني قوليلي نقولها إيه؟ أنا يعني أنا شايفة إنه الحل إن أنت يعني تمشي خالص تشيلي نفسك وتخليه هو يحس بأمتك ما هو مش هيحس بأمتك طول ما هو واخدك كشيء مسلم به موجودة في البيت أنت لازم تبعيدي تبعيدي خالص ويحس إنه هو يعني لو العالم الافتراضي اللي هو عايش فيه ده هو ده اللي هيعمله الإشباع وهو ده اللي مبسوط فيه تخليهوله لكن أنت تبعيدي تماما ما ينفعش إن أنت تقبلي بوضع زي ده في يعني مرتهى الزل شكرا لك يا دينا ومرسي يا حبيبت قلبي على مدخلتك معنا